أن في تعليق سريع عن حلقة الحلقة الماضية أولا أحببت من هذه الحلقة أن أبتعد عن الأخبار التي أصاب السوري منها تخمة اللي هي أخبار القتل والتدمير والدبح والجثث وأن أصر رسالة أن سوريا رغم القتل والدمار والفتك هي بخير وباقية ركزت على معاناة الناس وثباتهم على الأرض وصدقا من خلال إرادة الحياة إذا توقف القصف الجوي لفترة ست أشهر إلى سنة إن لم ترجع سوريا زي ما كانت في 2011 أنا لا أعرف شيء هذا ما لمسته عمار وزراعة وصناعة وإصرار وعزيمة البشر الذين بقوا تحت القصف تحت الدمار تحت أصوات المدافع ورشاشات يأكلون ويشربون ويضحكون ويبكون ويبتسمون ويبنون ويصبرون يعني بربكم هل هؤلاء بشر أم ملائكة واحد يبيت مع أطفاله وعياله كل يوم حوله ينزل برميل على فكرة يقتل واحدا أو عائلة من قريته أو من أقربائه ومع ذلك ثابت يأكل الطعام يمشي في الأسواق رغم أنه بإمكانه على فكرة الذهاب للمخيمات آكل نايم شارب كذا يقول لك أيه وبعدين لمن نترك هذه الأرض شيء عجيب على فكرة في ناس على فكرة يعني عيابين سلبيين لا يعجبهم العجب ولا الصيام برجب هناك دائما نقد 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 بيقول لك نحن بدنا ستين واحد مثل بشار الأسد والأسد قليل علينا وشعب غير الله ما بيحكمه وهيك من هذا كلام وكل الحرمية وكل العكريت يعني فيه جزء مهم من الناس هيك بتفكر وفيه ناس بتشوف عيب بتشوفهم صيبة بس بتحب تصليح بتحب تضيق شمع أنا أقول لك نعم فيه حرمية نعم فيه ناس تتاجه بدماء شعب السوري نعم هناك أمراء حرب لا يريدون لهذه الحرب حتى أن تنتهي وأكبر كارثة عندهم ربما هو سقوط الأسد لأن ما بيضل عندهم شغل نعم هناك تجاوزات وأخطاء ومصائب لكن شو الحل نقعد نشتم ونسب وكالطاعم الكاسي ولا نصلح ونقارب ونشدد مثلا معبر أطمى أنا سميته سوريا الصغيرة وهو كثير صغير على فكرة يعني معبر رفح تبع غزة أرحم منه بكثير مثلا شي ستة أو سبع فصائل موجودين فيه ليش من لا أعلم منشان شو لا أعلم حتى قلهم المسؤول التركي يا أخي أعطونا بس واحد نتفهم معه منكم وفي الشمال السوري هناك أمان معت في قطاع طرق ولا حواجز مازوت ولا حرمية ولا تشويل حتى السيئين على فكرة هربوا وإن شاء الله هناك زيارة سنقوم بها لحوران وليحمص وللغطة الشرقية واللادقية بإذن الله في انطلاق برنامج الجديدة ولن رقة على فكرة إذا أعطونا فيزا عليها وما لبسونا البرتقالي ندى لفاصل قصير ثم نعود